بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من وعلى هم ما بعد الله مغفر لنا ولواديدينا ولشيخنا وللمسلمين قال المالف ورحمه الله وتعالى القياس لغة التقدير نحو قسة الثوبة بالذراع والجراحة بالمسبار وشرعا حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليم كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد شرع المصنف رحمه الله تعالى بالحديث عن القياس وأورد المصنف القياس بعد الكتاب والسنة لأنه لا قياس إلا بعد أن يثبت دليل الأصل بالكتاب والسنة كما سيأتي ذلك على سبيل الجملة والقياس هو من الأدلة التي يستدل بها على الأحكام وهذا هو مذهب الأمة الأربعة جميعا وسيأتينا في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل أن الخلاف عن الإمام أحمد في حجية القياس أنه خلاف غير صحيح فالمحققون من أصحاب أحمد يوجهون الرواية التي نقلت عنه كما سيأتي بأنها محمولة على القياس الفاسد لا على نفي مطلق القياس والاحتجاج به لكن أهل العلم في استخدام القياس لهم مسالك متعددة وطرائق متنوعة فبعضهم أوسعوا من بعض وبعضهم أدقوا من بعض ويهمنا قبل أن نتكلم عن أحكام القياس في درسنا اليوم أن نذكر بعض من أصول أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد والشافع وغيرهم من أئمة المسلمين المتعلقة بمباحث القياس وصفة استعمالها فمن هذه الأصول في القياس أن أحمد وغيره من أهل العلم قد بيّنوا أن القياس كالتيمم ومعنى كونه كالتيمم أي أنه لا يصار إليه إلا عند فقد الماء فلا يصار للتيمم إلا عند فقد الماء فكذلك القياس لا يصار إليه إلا عند فقد النص وهذا الكلام يدلنا على مسألة مشهورة وهي مسألة هل يجوز الحكم بالقياس قبل البحث التام عن النصوص والطلب التام لها وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أن هذه المسألة وهي مسألة الحكم بالقياس قبل البحث والطلب التام للنصوص أن فيها ثلاثة أحوال الحالة الأولى الحكم بالقياس قبل طلب الحكم من النصوص المعروفة وهذه النصوص المعروفة هي في الغالب التي تكون هي الكتب الستة فإنه قل ما يخرج حديث من أحاديث الأحكام عنها وقد ذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يجوز العمل بالقياس قبل طلب الحكم من النصوص المعروفة بلا تردد هكذا قال بلا تردد أي بلا نزاع بين أهل العلم الحالة الثانية إذا أيس المجتهد من النص بحيث غلب على ظنه عدمه فهنا يجوز له الحكم بالقياس بلا تردد كذلك بين ذلك الشيخ تقي الدين ونص عليه بهذه العبارة الحالة الثالثة هي محل التردد بين المتوسعين في القياس من الأرأيتيين ومن أهل الحديث الذين يضيقون باب القياس بعض الشيء وهي مسألة الحكم بالقياس قبل طلب نصوص لا يعرفها مع رجاء وجود نص في المسألة لو طلبه إذن هناك احتمال لأن يجد نصا في المسألة فهذه قال الشيخ تقي الدين إن طريقة فقهاء الحنفية أو نقول جماعة من فقهاء الحنفية قال إن طريقتهم تقتضي جوازه هكذا يقول تقتضي جواز ذلك وأما طريقة فقهاء الحديث فإنهم لا يجزون ذلك قال وهذا معنى قولهم أو وهذا معنى جعلهم القياس بمنزلة التيمم أي لا يجوز العمل بالقياس والحكم به قبل طلب النصوص التي لا يعرفها إذا رجى وجود نص فيها ثم بنى الشيخ رحمه الله تعالى أن الناس يتفاوتون في هذه المسألة فإن أهل الحديث أنفسهم يتفاوتون في صفة طلب الحديث أو النص وفي صفة الحكم به وهنا يتميز من كانت أصوله أصول حديث وعلمه علم أهل الحديث بالطلاعه على النصوص الشرعية وسعة إدراكه لها ومعرفته بها إذن هذا الأصل الأول الذي تميز به أهل الحديث في القياس ذكرته لكم من كلام الشيخ تقييدين الأصل الثاني على سبيل الإجازة أندرسن اليوم طويل وهو مسألة أن أحمد لما ذكر القياس قال الحديث الضعيف أحب إلي من القياس وهذه الجملة عن أحمد تحتمل معنيين كلاهما صحيح المعنى الأول أن يكون المراد بالحديث الضعيف الحسن الذي يكون دون درجة الصحيح فبهذا المعنى يكون الحديث محتجا به ومقبولا وبناء على ذلك تقدم معنا أن أحاديث الأحد وإن كانت درجة صحتها ليست في أعلى الدرجات من السلاسل المشهورة في الصحة إلا أنها يعمل بها وإن خالفت القياس وهذا تكلمنا عنها في مباحث السنة المعنى الثاني لهذا القول لأحمد أن يكون المراد بالحديث الضعيف الحديث الضعيف بمعنى الحديث الذي يكون قسيما للصحيح فليس صحيحا وحينئذ يكون توجيه هذا النقل عن أحمد أن القياس إذا وافق الحديث الضعيف في الدلالة وكلاهما دل على نتيجة وحكم واحد فإن المرأة يحكم بالحديث الضعيف ويستدل به أولا أو يذكره في استدلاله إن اقتصر على دليل واحد وهذا من باب تعظيم الأثر والنقل لأن القياس يدل عليه فالنتيجة واحدة فيكون فقط في الصيغة هل تستدل بالحديث الضعيف أم أنك تستدل بالقياس إذن كلمة أحمد هذه لها معنيان وكلاهما صحيح المعنى الأول أن يكون الحديث الضعيف مخالفا للقياس فحينئذ نحمل الحديث الضعيف على معنى الحسن وهذا الصلاح للجمع المتقدمين نبه على ذلك الشيخ تقيينين وغيره في توجيه كلام أحمد الحالة الثانية أن يكون الحديث الضعيف موافقا في الدلالة والحكم للقياس فحينئذ نقول إن المراد بالحديث الضعيف حتى الذي ليس نوعا من أنواع الصحيح بل هو مقابل للصحيح فيكون معنى كلام أحمد الاستدلال به وهذا يدلنا على مسلك وهو أن بعض طلبة العلم يجد في بعض كتب الحديث استدلالا بأحاديث ضعاف فيعيب هذه الطريقة ويقول إن العلماء يعجب أو هو يعجب من إرادهم لهذه الأحاديث الضعيفة فكيف يكون ذلك كذلك؟ نقول لا بل إن هذا هو من هذه القاعدة وهو أن القياس قد وافقها فيحتج بها لموافقة القياس لها وكم من حديث ضعف أحمد إسناده واحتج به ومن أشهر الأحاديث الذي قاله في النبي ذو من أحاديث البسملة عند الوضوء فقد قال أحمد لا يصح فيه حديث ولكن العمل عليه أن نعمل به لما أخذ به أحمد لا لأجل القياس وإنما أخذ به أحمد لقول الصحابي فقد ثبت عن عمر ذلك أنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فقال إن العمل أي نعمل به لأجل ذلك أي لأقوال الصحابة واتفاقهم عليه أيضا هناك فروقات أخرى لكن نظرا لأن برس اليوم يأخذ مننا بعض الوقت فإننا نوجز فيه بدأ المصنف بأول مسألة وهو تعريف القياس لغة فقال لغة التقدير يعني تقدير الشيء بغيره وهذا التقدير يشمل تقدير المعين وتقدير غير المعين كله يكون كذلك ومنه كلام العرب قديما إذا قاسها الآس النظاسي بمعنى أنه قدرها قال النحو قست الثوب بالذراع والجراحة بالمسبار يعني عرفت مقدار طول الثوب إذا كان منشورا ويكون قياسه بالذراع والجراحة يعني الجرح هل غار وهل وصل إلى العظم أم لا بالمسبار الذي يدخل في الجراحة حتى يعرف إلى أين وصل هل وصل إلى العظم فيكون فيه قصاص وقود أم أنه ما زال في اللحم ولم يصل إلى العظم هل زاد عن العظم فمقدر الشجاج يعرفها لا بالنظر فقط بل بالمسبار فيعرف حينئذ نسبة الجرح ومقدار وصوله نعم وشرعن حمل فرعن على أصل في حكم بجامع بينهما نعم أورد المصنف هنا تعريفا وهذا التعريف موجود في كثير من كتب الفقهاء ومن ابن هبيرة في رسالته المختصرة في الأصول وهذا التعريف الذي أورده المصنف أورد عليه اعتراضات كثيرة جدا فقوله حمل فاعترض عليه كيف يعرف القياس بالحمل والحمل هو فعل المجتهد والأولى أن يسمى أن يعرف بالمساواة وقوله فرع على أصل قالوا إن هذا يستلزم الدور فإن الفرع والأصل لا يعرفان إلا بمعرفة القياس والقياس لا يعرف إلا بمعرفتهما فستلزم الدور وقوله في حكم بجامع بينهما أيضا كذلك وهكذا من اعتراضات ولذلك فإن هذه التعريف كثيرة جدا وقل ما يسلم في القياس تعريف وحد من اعتراض ومن آخر من ألف وتوسع في ذكر تعريف القياس والاعتراض عليها الشيخ عيسى منون أحد الشيوخ الشاميين الذين سكنوا الأزهر في القرن الماضي وله كتاب طبع من نحوي أقل من مئة سنة في أول 1340 اسمه نبراس العقول طبع المجلد الأول من فقط ولم يطبع الباقي جزء كبير جدا منه إنما هو في تعريف القياس والاعتراضات الواردة عليه وعلى العموم فقد ذكر أبو عبد الله بن شهاب العكبري في رسالته في الأصول أن الأصوليين قد حدوا القياس بحدود مختلفة ومعانيها متقاربة فالعبرة بالنتيجة نعم وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع نعم قال المصنف وأركانه هذه أركان القياس التي لا يتحقق قياس بدون وجودها فلا بد من وجود هذه الأمور الأربع ولكل واحد من هذه الأركان الأربع شروط سيلدها المصنف بعد ذلك أما الأصل والفرع فسيفصل فيه من المصنف وحكم الأصل كذلك وأما الوصف الجامع فالمراد به العلة وسيأتي الإشارة له بعد قليل فالأصل عند الأكثر محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه قال عبارة أصحابنا الأصل يقع على الجميع نعم بدأ المصنف أولا بذكر الركن الأول وهو الأصل فقال الأصل عند الأكثر الأكثر أي أكثر الفقهاء لأن الفقهاء يستخدمون لفظ الأصل على المحل المشبه به وهذا هو استخدام أغلب الفقهاء في كتب الفقه فإنهم إذا أطلقوا والأصل في ذلك أي في القياس فهو المحل الذي شبه به الشيء إذن عند الأكثر قوله أكثر الفقهاء وقال وقيل دليله أي الدليل الذي دل على الأصل وهذا القول الذي ذكره المصنف أنه دليله هذا قول المتكلمين وكأنه هو كلام أبن شهاب العكبري حينما قال الأصل ما ثبت به حكم غيره فكأنه يرى أو يميل لهذا الاستخدام قال وقيل أي في الاستخدام حكمه هذا القول الثالث نسبها بن عقيل لقوم ولم يسمهم وإذا قيل إنه حكم الأصل فحينئذ يكون داخلا في الركن الثالث فيكون معناهما واحدا مثال ذلك استخدام الأصل على المحل المشبه وعلى الدليل وعلى الحكم ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وسائر الأعيان الستة فإنه إذا قلنا الأصل على القول أول وهو أنه المحل المشبه به فإنها الأعيان الستة الذهب والفضة والبر والشعير والملح والتمر فحينئذ هذا هو الأصل وهي الأعيان المشبه بها وإذا ذهبنا للقول الثاني بأن الأصل هو الدليل فحينئذ نقول الأصل هو حديث عبادة الوارد في التحريم وإن قلنا بأن الأصل هو الحكم فحينئذ نقول إن الأصل في هذه المسألة هو الحكم الثابت في الأعيان الستة وهو حرمة التفاضل وحرمة النسأ أي حرمة رب الفضل ورب النسيئة وأغلب استخدام الفقهة إنما هو على الأول نعم ثم قال الشيخ قال بعض أصحابنا مراده بذلك الشيخ تقي الدين فقد ذكر ذلك قال الأصل يقع على الجميع يعني أنه يقع على المحل المشبه به وعلى الدليل ويقع كذلك على الحكم وهل ينبني على هذه المسألة خلاف أم لا أو ثمرة أم لا ذكر بن قاضي الجبل أن النزاع فيها لفظي والنتيجة واحدة وإنما هي بيان ما هو اصطلاح الفقهة إذا أطلقوا كلمة الأصل وكذلك الأصوليين إذا أطلقوه فإذا وجدته في كتب المتكلمين فإن مرادهم بالأصل الدليل أصل القياس أي دليله وأما في كلام الفقهة فمرادهم به إنما هو المحل المشبه به والفرع المحل المشبه وقيل حكمه نعم هذا الركن الثاني وهو الفرع وهذا مقابل للسابق فمن قال إن الأصل هو المحل المشبه به فالفرع يكون هو المحل المشبه مثل الأرزود والدخن هل يقاس على الستة أم لا فيكون هو المحل فيكون هو الفرع قال وقيل حكمه وهو نفس الحكم المنقول فيكون الحكم المنقول والفقهة كما مر معنا يطلقون الفرع على المحل المشبه مثل ما أطلقوا الأصل على المحل المشبه به نعم والعلة والحكم مضى ذكرهما نعم مضى ذكرهما في أول الكتاب حينما تكلم ونصنف عن الأحكام الوضعية وهي فرع في الأصل لاستنباطهم للحكم أصل في الفرع لتبوت الحكم فيه بها نعم قوله وهي الضمر هنا عائد إلى العلة أي أن العلة فرع في الأصل قال لاستنباطها من الحكم أي أن العلة تكون فرعا للأصل لأنها لما كانت العلة مستنبطة من الأصل لما استنبطنا العلة من الأصل فإنها في هذه الحالة قد أخذت منه فكانت فرعا منه فمعنى قوله إن فرع للأصل أي باعتبار الدلالة اللغوية فهي لغة مأخوذة من الأصل استنباطها منه قوله أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها إذن والعلة تكون أصلا كذلك في الفرع لأن الحكم لا يثبت إلا بعد معرفتنا العلة وبنائنا عليها لأن الأصل هو ما بني عليه غيره والفرع بني على العلة فحينئذ تكون أصلا له وهذه المسألة أوردها المصنف وهي كون العلة فرعا في الأصل أصل في الفرع هي فقط من باب الاستظهار لأن استخدام الأصل يخالف استخدام العلة وقد ذكر أيضا شيخ تقي الدين أنه لا مانع من إطلاق العلة بمعنى بإطلاق الأصل بمعنى العلة فحينئذ تكون الأقوال أربع أن الأصل معناه المحل المشبه والثاني أنه الدليل والثالث أنه الحكم والرابع أنه العلة هذا هو القول هذا هو الاستخدام الرابع للأصل ومن شروط حكم الأصل كونه شرعية نعم بدأ المصنف لما أنهى أركان أركان القياس بدأ في ذكر شروط الأركان وبدأ أولا في شروط حكم الأصل والأصل كذلك ملحق به فبدأ بأول شروطه قال كونه شرعيا أي كون حكم الأصل شرعيا وأما الأصل فإنه عين من الأعيان لأنه محل مشبه به كما مر في الاستخدام ومعنى كونه شرعيا يدلنا على أن القياس لا يكون على الأحكام العقلية ولا اللغوية وهذا مشكل عبارة المصنف هذه مشكلة لأنه تقدم معنا أن الصحيحة من مذهب أحمد فقها والصحيحة عند اللغويين جريان القياس في اللغويات فكيف اشترط هنا المصنف أنه لا بد أن يكون حكم الأصل شرعيا فنقول يجاب عن ذلك بأن مراد المصنف أن من شرط القياس الشرعي كون حكم الأصل شرعيا فهذا توجيه كلام المصنف وإلا فالأصل أن المصنف تبع من لا يرى القياس في اللغويات فلذلك قال هذه العبارة وطبعا هذه المسألة أصلا الأصل أن لا يثبت هذا الشرط إلا من لا يثبت قياس في اللغة ومر معنا في مباحث اللغة ومعاني الحروف أن اللغة يجري فيها القياس على الصحيح من قول أهل العلم وأن لا يكون منسوخة للزوال اعتبار الجامع نعم هذه المسألة تقدمت معنا وهي مسألة نسخ الأصل إذ مر معنا في الدرس الماضي مسألة أوردها المصنف هو أنه إذا نسخ حكم أصل القياس نسخ فرعه أو فروعه وبناء على ذلك فإن القياس إذا كان طارئا بعد القياس بعد النسخ فإنه حينئذ لا يصح إثبات الحكم الشرعي لأن الأصل منسوخ وذلك يقول وأن لا يكون أي حكم الأصل منسوخا لزوال اعتبار الجامع لأن الشرع ألغى الأصل المبنية عليه هنا عندنا مسألتان مسألة الأولى وهي مسألة قول المصنف أن لا يكون منسوخا المراد بكونه أن لا يكون منسوخا أي منسوخ الحكم وليس المقصود به منسوخ التلاوة لأن من منسوخ التلاوة ما يجوز القياس عليه مثل الشيخ والشيخة إذا زن يافجدوهما البته يقاسوا فارجموهما البته يقاسوا على ذلك اللائط فإن اللائط على مشهور المذهب حكم وحكم الزاني فيرجم كذلك المسألة الثانية أنه في بعض الأحيان ينسخ الحكم ولا تنسخ العلة فهل يجوز الحاق بالعلة أم لا هذه بنوها على مسألة التعليل بعلتين وسأتينا إن شاء الله الحديث عنها في نهاية الدرس وفي اعتبار كونه غير فرع وجهان نعم هذا الشرط الثالث أورد فيه المصنف خلافا قال وفي اعتبار كونه غير فرع وجهان هذه الصيغة التي أوردها المصنف تسمى صيغة إطلاق فلم يرجح أحد القولين لا تقديما ولا تصريحا هذا الشرط معناه طبعا هذا من الشرط المختلف فيها ومعناه أنه هل يلزم أن يكون حكم الأصل ليس فرعا لغيره أم لا هل يلزم أن يكون حكم الأصل ليس فرعا لغيره أم لا ومعنى كونه ليس فرعا لغيره أي أن حكم الأصل يكون قد ثبت بالنص إما من الكتاب أو السنة أو ثبت حكمه بالإجمع وإن قلنا إنه يجوز أن يكون حكم الأصل فرعا فيجوز أن يكون دليل حكم الأصل الكتاب والسنة والإجمع أو القياس إذن الخلاف في هذه المسألة هو معنى قولنا هل يجوز أن يكون حكم الأصل ثابتا بقياس أم لا النتيجة واحدة فهذه ثلاث صيغ أوردها الأصوديون للمسألة والحكم فيهما متفق قال وفي اعتبار كونه غير فرع وجهان أطلق المصنف هنا رحمه الله تعالى الخلاف وقبل أن نورد الخلاف الذي أورده المصنف يعني فقط باب يعني التبين قلنا إن الكلام كله في ما إذا كانت العلة قياسية الوجهان في هذه المسألة الوجه الأول أنه يلزم أن يكون غير فرع يلزم أن يكون حكم الأصل غير فرع وبناء على ذلك فلا يجوز أن يكون حكم الأصل ثابتا بالقياس بل لا بد أن يكون منصوصا عليه أو مجمعا عليه فقط وهذا القول قال به جماعة من أصحاب أحمد ثم قال به القاضي في مقدمة كتابه المجرد وقال هو ظاهر كلام أحمد لما قيل له يقيس الرجل بالرأي قال لا هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه وهذا النص من أحمد ظاهره أنه لا يقاس إلا على ما ثبت حكمه بنص من الكتاب أو السنة أو الإجمع وهذا القول بأنه يلزم أن يكون غير فرع جزم به أيضا الموفق وصححه الطوفي وقال إنه هو المشهور عند أصحاب أحمد هذا كلام الطوفي أنه يلزم أن لا يكون فرعا الوجه الثاني في المذهب أنه يجوز أن يكون حكم الأصل قد ثبت بقياس بمعنى أنه يجوز أن يكون الأصل فرعا لغيره وهذا القول هو الذي صرح به القاضي في العدة وقال به أبو الخطاب والفخر اسماعيل البغدادي وممن جزم به الشيخ تقي الدين وقد أطال على ذلك في رده على السبك في مسألة تعريق الطلاق نعم طبعا المشهور في كتب الأصوريين ومنهم ابن الحاجب أن الحنابلة لا يشترطون كونه فرعا لا يشترطون ذلك فالمشهور في كتب الأصوريين القول الثاني فقط وأهملوا القول الأول مع أن القول الأول ذكر الطوفي أنه الأشهر عند الحنابلة نعم فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل كقول الحنفي في الصوم بنية النفل أتى بما أمر به فيصح كثريضة الحج ففاسد لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل نعم أورد المصنف بعد هذه المسألة فرعا وهي مسألة استدلال الفقيه بقياس على أصل ويكون ذلك الفقيه يخالف حكم الأصل فيقول الشيخ فإن كان حكم الأصلي يخالفه المستدل وهذا نستطيع أن نقول إنه شرط من شروط حكم الأصل فنقول إن من شروط حكم الأصل أن لا يكون المستدل قد خالفه أن المستدل يقول بمقتضى يقول الشيخ فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل ثم قاس عليه قياسا آخرا فإن النتيجة الناتجة عن هذا الفرع غير صحيحة لأنه مبني على حكم يخالفه ولا يقول به وضرب له مثالا فقال كقول الحنفي الحنفي يعني المنتسب لمذهب أبي حنيفة في الصوم بنية النفلي ذلك أن الحنفية يصححون صوم الفريضة من غير نية الفريضة بل يصح بالنية المطلقة ويصححونه كذلك بنية النافلة كذلك فأراد الحنفي أن يستدل على مذهبه فيقول أتى بما أمر به أي من الأفعال بغض النظر عن النية فيصح صومه كفريضة الحج هذا هو حكم الأصل قوله كفريضة الحج أنتم تعلمون أن الجمهور يقولون إن الذي يكون عليه حج واجب ثم يحرم بحج نافلة فإن حج نافلته ينقلب إلى الفريضة وإن لم ينوه ينقلب فالحنفية يقولون نلحق الصيام بالحج هذا الاستدلال لو قال به غير الحنفي لقبل لكن لم نقبله من الحنفي لا لإثبات مذهبه على المخالف ولا استدلاله لأصحابه الذين يوافقونه في النتيجة والحكم نقول لأنك تخالف لحكم الأصل وذلك أن الحنفية يرون أن من حج وقد نوا بحجه النافلة ولم يكن قد حج حج فريضة أن ذلك لا يجزئه فهم قد خالفوا الأصل فهذا الدليل لا يصلح لا حال المناظرة ولا للموافق من مذهبه فحينئذ يكون الدليل غير صحيح وذلك يقول المصنف ففاسد أي أن هذا قياس فاسد قال لأنه أي القياس الذي خالف المستدل فيه الحكم الأصل قال لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل هو يقول الأصل غير الصحيح فكيف بنيت على الأصل غير الصحيح الحكم الذي تزعم صحته وهذا من باب التناقض وهذا يدلنا على أن هذا الاستدلال غير صحيح نعم الشرط الخامس وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس ولا يعقل معناه كشهادة خزيمة وعادة ديرك نعم هذه المسألة مسألة طويلة جدا وغويصة كذلك وهي مسألة المعدول به عن سنن القياس والمعدول به عن سنن القياس من المساء المشكلة نذكر فيها على سبيل الإجاز عددا من المسألة أول مسألة ما معنى المعدول به عن سنن القياس قالوا المعدول به عن سنن القياس هو الخارج عن القاعدة الكلية فإذا ثبتت لنا قاعدة كلية في الشرع ثم استثني من هذه القاعدة الكلية صورة بدليل شرعي فإنه في هذه الحالة يكون معدولا به عن سنن القياس من الأمثلة قالوا من الأمثلة على سبيل المثال أن الشرع يقول إن من أتلف شيئا لغيره وجب الضمان عليه لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى لكن لما جاء قط الخطأ أوجبنا الضمان على العاقلة ولم نوجبه على المباشر الذي أدى الذي فعل القتل فقالوا هذا معدول به فالديات معدول بها عن سنن القياس وهكذا صور سأوردها في المسألة بعدها إذن عرفنا المعنى على سبيل الجملة الأمر الثاني هل يوجد في الشريعة شيء معدول به عن سنن القياس طبعا سنن القياس معنا طريقة القياس الجمهور يقول نعم وهو المشهور عند فقها الحنابل وغيرهم أن هناك مسائل يرون أنها خرج بها وعدل بها عن سنن القياس والرواية الثانية عن أحمد بل قال الشيخ تقييدين أن نصوص أحمد تقتضيه الصريحة عليه وهو أنه لا يوجد في الشريعة شيء معدول به عن سنن القياس ولطالما أطال الشيخ في عشرات من كتبه في تقرير هذا الأصل وهو أن الشريعة لا يوجد فيها شيء معدول به عن سنن القياس إذ الشريعة منضبطة ولكن المجتهد أحيانا قد لا يعرف المناط أو يكون مناطه غير تام فإن له قيودا يحتاج إلى تقييدها به وأغفلها ذلك المجتهد أو أن تكون العلة مخصوصة كما سيأتينا بعد قليل وفي كل هذه الأحوال الثلاث فإنه تكون موافقة للقياس أضرب لكم مثالا من أشهر الأمثلة ذكروها أنها عدل بها عن سنن القياس مسألة السلم فالفقه يقولون إن السلم معدول به عن سنن القياس إذ القياس أن المرأة لا يجوز له أن يبيع ما ليس في ملكه وأنتم تعلمون حديث ابن عمر وحديث حكيم ابن عزام وحديث حكيم ابن عزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملكه وفي السلم بيع موصوف في الذمة لا يملكه بل ربما لم يوجد بعده هو بيع موصوف في الذمة بثمن حال إلى أجل معلوم فقالوا أما خالف القاعدة الكلية نقول إنه معدول به عن سنن القياس لكن الذين يقولون إنه لا يوجد شيء معدول به عن سنن القياس يقول إن قاعدتك غير صحيحة فلم يأتي الشرع بالنهي عن بيع ما لا يملك مطلق وإنما جاء الحديث بلفظ آخر كلا اللفظين محفوظان لكن لفظ الآخر قالوا نقدمه ويحمل عليه هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك فمن صور ما ليس عندك ما لا تملكه من الأعيان وعلى ذلك فالحديث لا تبع ما لا تملك أي من الأعيان إذ المعين إذا لم يكن في ملكك فلا يجوز لك بيعه فإن بعته صار من تصرف الفضولي فيكون معلقا على إذن المالك للعين لحديث عروة بن الجعد البارقي لما اشتراه وباعه فكان تصرفه تصرف فضولي والحديث البخاري وأما في الموصوفات فيجوز بيع الموصوف وإن لم يكو في ملكه بشرط أن يكون الموصوف يمكن توفيره ويزيد الفقه في الجمهور إلا الرواية الثانية عن أحمد وفاق للشافعي ويشترط الأجل الذي له أثر ووقع في الثمن إذن الفكرة ما هو القياس ما هو المناط الكل الذي تقول هل يستثنى منه أم لا وهذه مسألة الحقيقة يعني تعتبر من 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 أكثر ما يتوسع بها بل ربما لا يعني ما أبرزت إلا في مذهب الحنابلة في الأصول وهي مسألة هل يوجد شيء معدول به عن سنة القياس بمعنى القاعدة الكلية أم لا الذين بحثوا هذه المسألة لا أعرف أنهم ذكروا أن أحدا وافق في هذه المسألة غير أصحاب إمام أحمد وانتصر لها الشيخان الشيخ تقييدين وتلميذه ابن القيم كثيرا وغيرهم من أصحاب أحمد المتقدمين والمتأخرين إذن عرفنا مسألتين في مسألة المعدول به عن سنة القياس الأمر الأخير وهي قضية ما هو المعدول به عن القياس يقول وهذه تفيدنا في شرح الكلمة بعد قاليم ذكر العلماء أن المعدول به عن القياس كالموفق وغيره أن المعدول به عن القياس أمرا الأمر الأول ما ورد غير معقول المعنى لا نعرف له علة ولا معنى وهذا له صورتان أو نوعان النوع الأول ما كان مستثنى من قاعدة كلية مثل قبول شهادة خزيمة لا نعرف له معنى وإنما نعرف له سبب حينما صدقه النبي صلى الله عليه وسلم أو صدق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني أو النوع الثاني من غير معقول المعنى ما شرع ابتداء من غير استثناء من قاعدة كلية وهذا كثير مثل عدد الركعات والحدود الشرعية والكفارات وسائر المقدرات الضرب الثاني قالوا ما ورد الشرع به ولا نظير له لا معقولا ولا غير معقول ومثلوا له بالقسامة فإنها لا نظائر لها بينما هناك ما يشبهها وهو الأيمان لكن نظيرها يختلف طبعا الذين يقولون لا يوجد شيء خارج معدول به عن سنة القياس يقولون إن القسامة حكم وحكم الأيمان طبعا البحث معها هناك مثل القسامة ومثل اللعان والدية وهكذا ضرب الدية على العاقلة ومسح الخف بمسح الظاهر دون عموم الخف وهكذا وكل هذه الصور إذن أصبحت ضربان وتتبر ثلاث صور إذا جعلنا أن نوعي الضرب الأول له صورة أو نوعا طيب نرجع لكلام مصنف قوله معدولا به عن سنة القياس ولا يعقل معناه إذن قوله ولا يعقل معناه الواو هنا واو الحال واو الحال يعني أنه إذا كان معدولا به عن سنة القياس حال كونه غير معقول المعنى نعم قال كشهادة خزيم وعدل الركعات ففي هاتين الحالتين يعتبر لا يقاس عليهما لأنه معدولا معدول به عن سنة القياس وأن لا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع نعم الشرط الخامس أو السادس قال وأن لا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع يعني أن الدليل الذي ثبت به حكم الأصل يجب أن لا يكون دالا بعمومه أو بنصه على حكم الفرع إذن قوله شاملا أي متناولا لحكم الفرع وإنما يكون قاصلا لحكم الأصل ما السبب في ذلك؟ قالوا لأنه لو كان دليل الأصل شاملا ومتناولا لحكم الفرع فإنه يستغنى بذلك الدليل عن القياس إذ القياس ضعيف لا شك ويؤتى بالأصل من الأمثلة مثلا لما يأتي رجل أو شخص ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المبيع قبل قبضه فأقول ينهى عن بيع الرز قبل قبضه قياسا على البر الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ الرز لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذا القياس لا فائدة منه لأنه جاء في بعض الألفاظ الحديث نهى عن بيع الطعام فكلمة الطعام تشمل كل مطعوم ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل ويكفي اتفاق الخصمين نعم هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهي مسألة هل يشترط الاتفاق على حكم الأصل أم لا يقول الشيخ ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل ويكفي اتفاق الخصمين هذا سمى تقديم يعني هذا الذي جزم به المؤلف فجزم بعدم اشتراط هذا الشرط وأنه يكفي اتفاق الخصمين أي المتناظرين فيكون حينئذ ذلك الدليل دليلاً صالحاً للمناظرة بين الخصمين مدام متفقين على حكم الأصل وهذا القول الذي قال به المصنف هو الذي عليه يعني عامة أصحاب الإمام أحمد إن لم يكن جميعهم بل نقل ذلك عن أحمد فقد جاء في رواية المروذي أن أحمد قال لا يجوز بيع أرض السواد ويجوز شراؤها كالمصاحف فقاس أحمد أرض السواد على المصاحف مع أن بيع المصحف فيه خلاف وإن كان أحمد قد حكى الإجماع المتقدم على النهي عنه فقال لا أعلم فيه خلافاً لكن يوجد خلاف فالمجمهور على جوازه فقاس أحمد بيع أرض السواد على المسألة التي فيها خلاف لكن أراد في مسألة قد وافق فيها الخصم في هذه المسألة نعم ثم قال واعتبره قوم هؤلاء القوم أبهمهم القاضي وغيره ولم يسمهم ولم يذكر أحداً من أصحاب أحمد قال به لكن وجدت أن ابن البنة عده وجهاً في مذهب أحمد وقد يكون ذلك تجوز من ابن البنة وقد يكون وجهاً لبعض أصحاب أحمد المتقدمين قال وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياساً مركباً هذا مصطلح مهم جداً وهو القياس المركب نأخذه على سبيل السرعة العلماء يقولون أن القياس المركب نوعان النوع الأول يسمى مركب الأصل والثاني يسمونه مركب الوصف مركب الأصل قالوا أن يتفق الخصمان على حكم الأصل وعلى كون الوصف المدعى أنه علة وأن يكون موجوداً فيه وأما قياس مركب الوصف فهو أن يتفق الخصمان على الحكم ولكن يختلفان في العلة التي أثبتته فهذا يسمى قياس مركب الأصل ومركب الوصف نبه لهذا التفريق جماعة منهم الشيخ تقي الدين في كتابه المسمى بتنبيه الرجل العاقل وأطال في هذه المسألة وبين الشيخ تقي الدين أن القياس المركب ضعيف وهل يصح في الجدل أم لا وقال إن بعض المحققين لا يرضونه في الجدل وبعضهم يرضاه وأنه يبنى عليه الأحكام فقط ومن شرط علة أصل كونها بعثة أي مجتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم نعم شرع المصنف بعد ذلك في شروط علة الأصل والمراد بعلة الأصل هي ما يعلل بها الحكم في الأصل أي العلة التي يثبت بها التي علل بها الحكم في الأصل الشرط الأول قال يشترط كونها بعثة معنى كونها بعثة أي أنها ليست طرداً محظاً فلابد أن يكون فيها معنى الباعث فلابد من أن كونها بعثة فالطرد المحظ لا أثر له في العلية وذلك لا نرى كما سيأتينا شرع في درس القادم في المسالك أن الطرد المحظة هل هو مسلك من مسالك كشف العلة أم لا سيأتينا إن شرع في محله إذن معنى كونه بعثة شرح المصنف قال أولاً أي مجتملة أي العلة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم أي لا بد أن تكون هذه العلة فيها معنى مناسب وأن تكون مؤثرة هذا معنى كونها مجتملة على حكمة وذلك يقول العلماء إن الحكمة هي المقتضية للفعل والباعثة على إيجاده وهذه الحكم هي التي بنت عليها الشريع من المصالح والتوسع في معنى الحكمة هو التوسع في معنى مقاصد الشريع التي بنت عليها الشرع فالحكمة أحياناً قد تكون حكمة لعموم الشريعة وهو جلب المصلحة ودفع المفسدة وقد تكون الحكمة متعلقة بباب معين مثل البيع وقد على الله عز وجل وذكر الحكمة لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فالمقصود والحكمة أن لا يكون المال مجتمعاً عند قوم دون غيرهم ولذلك شرع البيع ونهي عن الربا وهذه حكمة عظيمة في باب البيع فلا يحتكره أحد على أحد وذلك نهي عن الاحتكار ونهي عن تلق الركبان ونهي عن كثير من الأمور التي فيها جمع للمال لأحقوى من دون آخر وقد تكون المصلحة والحكمة جزئية متعلقة بمسألة دون ما عدها وهذا الباب باب كبير جداً جداً وهو الذي تكلم عنه العلماء في مسألة هل الأصوب الطرد أم التأثير نحن نقول لا بد من التأثير وهذا هو الصوب أنه لا بد من التأثير بأن تكون باعثة إذن هذا المعنى الأول يقول الشيخ وقال غير واحد من أصحابنا الذين قالوا بذلك جماعة منهم القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل كلهم قالوا هذا الكلام قالوا هي مجرد أمارة نعم هي أمارة جعل عندها البعث هذا معنى كلامهم لا أنها باعثة بنفسها قال هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلاً على الحكم فليست مؤثرة بنفسها ولا باعثة بذاتها وإنما هي علامة قال موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد وليست من جنس الأمارة الساذجة التي تكون علامة من غير تأثير والجملة الأخيرة وهي قوله موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد إلى آخريه هذا كلام بالعقيل دمج مع الكلام الأول هذا الكلام الذي ذكره المصنف عن غير واحد أنكره جماعة من المحققين وهو ظاهر كلام المصنف فإن المصنف يرى أن العلة باعثة بنفسها وإذلك ذكر الشيخ تقي الدين أن غير واحد من أصحاب أحمد كالقاضي وأبي يعلى وبالخطاب والحلوان وغيرهم ذكروا أن علل الشرع إنما هي أمارات وعلامات نصبها الله أدلة على الأحكام فهي تجري مجر الأسماء فقط يقول الشيخ تقي الدين وهذا الكلام ليس بصحيح على الإطلاق وقد أطال الشيخ في كثير من المواضع بإثبات خلاف ذلك وأن العلة فيها معنى البعث بأمر الله عز وجل فجعلها الله عز وجل يعني بعثة على الحكم بأمره سبحانه وتعالى لا شك وهذه مبرية على مسألتنا المتقدمة وهي مسألة التحسين والتقبيح العقلي وقلت لكم أن تحقيق مذهب أحمد ومضبوط كلامهم أن العقل يحسن ويقبح لكن لا يحرم ولا يوجب إلا بدليل فإن عارض الدليل التحسين والتقبيح فاتهم عقلك والمعتزي يقول لا بل يوجب ويصحح فإن عارض فقدم العقل على النقل نحن نقول لا فاتهم عقلك فهينئذ نتهم طيب وهذه المسألة يعني ثمرتها قد يكون كلامي أكثر من كونه يعني ذا أثر فقهي نعم قال الآميدي منع الأكثر وجواز التعليل بحكمة مجوزة عن وصف ضابط لها قلت كلام أصحابنا مختلف في ذلك نعم هذه المسألة من مسائل الدقيقة جدا وهي مسألة التعليل بالحكمة وقد أورد المصنف الإشكال فيها حينما قال قلت كلام أصحابنا مختلف في ذلك يعني هل يجوز التعليل بالحكمة أم لا يجوز مسألة التعليل بالحكمة هل الحكمة وحدها يعلل بها أم لا الذي مشى عليه الآميدي طبعا بعض الأصولين أطلق الجواز وبعضهم منع منها وذكر الآميدي وصفا أو حل يعني رأيا وسطا وقد نسب ابن مفلح والشيخ تقييدين هذا القول وهو قول الآميدي لكثير من أصحاب أحمد وهو أنه يجوز التعليل بالحكمة إذا كانت الحكمة منضبطة وهذا معنى قوله منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها وأما إن كان لها وصف ضابط يضبطها فإنه حينئذ يجوز التعليل بها وهذا كثير جدا فمن أبسط أمثلته مسألة التعليل بالمشقة وذلك أحيانا الفقهاء يعللون بالمشقة مجردة وأحيانا يعللون بالمئنة التي توجد عندها المضنة التي توجد عندها المشقة فعلى سبيل المثال في الجمع بين الصلاتين تارة يعللون بالمشقة فيقولون إن كل مشقة تخرج عن الحاجة تبيح الجمع بين الصلاتين وأما في الأمور العامة أي الجمع للصلاتين في الأمور العامة في الجماعة فيجعلونها مناططا بالوصف الظاهر كالمطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة ونحو ذلك وهذا الموضوع مسألة الحكمة الحقيقة البحثيها طويل جدا لكننا متأخرون في الكتاب فلعل يأتي لها مناسبة أخرى نتحدث عنها بأوسع ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتية عند أصحابنا وغيرهم خلافة للأميدي وغيره هذه مسألة وهي مسألة هل يجوز التعليل بالأمر العدمي بمعنى النفي التعليل بالنفي موجود في كتب الفقهة كثير جدا مثلا عندما يتكلمون عن مسألة الربا فيأتون لنوع من المبيعات فيقول ليس بمكيل ولا موزون والعلة كما تعلمون عندنا الكيل والوزن فيجوز الربا فيه فهنا عللوا بعلة عدمية أي فيها نفي أو مثلا يقولون كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه ولا يجوز رهنه فعللوا بعلة عدمية لا يجوز بيعه فما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه لا يجوز بيعه لا يجوز شراؤه وهكذا أمثلتها كثيرة جدا متعلقة بالنفي طيب ننظر لكلام الصنف يقول ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا إذن معنى الأمر العدمي وهو النفي قال في الحكم الثبوتي إذن الأحكام نوعا أحكام عدمية وأحكام ثبوتية فالأحكام العدمية لا يجوز تعليلها بعلة عدمية باتفاق إذن يقول الشيخ تقي الدين تعليل الحكم العدمي بالعدم ذكر بعضهم أنه لا خلاف فيه وكذلك ينبغي أن يكون لأن العدم لا يعلل بالعدم فالأحكام العدمية لا يصح فيها ذلك وأما الأحكام الثبوتية فذكر المصنف القول الأول بأنه يجوز بشرط أن تكون العدم يدعو إلى أمر النوجود كما تقدم قبل قليل طيب قال خلافة للآمدي وغيره الذين قالوا لا يصح التعليل بالعدم بل لا بد من التعليل بالثبوت والذين وافقوا الآمدي هم بعض الشافعية ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كثمانية في النقدين عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا للشافعين هذا الشرط الثاني وهو أن تكون متعدية يعني أنها متعدية لمحل النص إلى غيره يقابل ذلك القاصرة القاصرة هي التي لا تتعدى هذه المسألة يعني انظر معي هذه المسألة مسألة مهمة جدا وهي قضية التعليل التعليل إذا كانت العلة قاصرة فإنها لا تتعدى إلى غيرها لأنها قاصرة عليها ومثلوا لذلك بمثال مشهور فإنهم ذكروا أن العلة في الذهب والفضة إنما هو غلبة الثمانية قالوا وغلبة الثمانية لا تصدق إلا على الذهب والفضة فلا يقاس عليهما غيرهما من الأثمان وإن تواضع الناس عليها وأما الذين يقولون إن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمانية فيقول إنها علة متعدية فإذا تواضع الناس في زمن من الأزمان على شيء معين أنه ثمن تقوم به السلع ونحن عندنا قاعدة وردها القاضي وأردت لكم في كتاب البيع أن الثمن يعرف بدخول الباء عليه فيقول اشتريت بعشر ريالات ونحو ذلك فيكون ثمنا حين ذاك هذه الثمانية تنتشر لها علة الرباء فيكون حينئذ يجري فيه الرباء هذا معنى القصور والتعدي لا بد أن تكون العلة متعدية إذا قلت بالقصور فلا قياس وهذا معنى قوله فلا عبرة بالقاصرة أي العلة القاصرة وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمانية في النقدين أي غالبة الثمانية وأما إذا قلت إن العلة هي مطلق الثمانية وهو القول الذي يعني عليه الفتوى وعليه يعني كثير من أهل العلم والمجامع كلها على أنها مطلق الثمانية فتكون علة ماذا؟ متعدية فالأوراق النقدية من الريالات والدولارات والجنيهات والدراهم كلها داخلة فيها قال عند أكثر أصحابنا أي أصحاب أحمد والحنفية خلافا للشافعي ما الفرق بينهما؟ الشافعي يقول إن العلة القاصرة التي لا تتعدى غير المحل الذي وردت فيه يصح التعليل بها فحينئذ تبقى حجة فيما عدى المحل هذا كلامه فتبقى علة صحيحة واختلف في الطيران وهو استمرار حكمها في جميع محلها فاشترطه الأكثر خلافا ليبي الخطاب وغيره نعم هذه مسألة الشرط الرابع وهو الطراب العلة بمعنى أن لا يكون لها استثناءات بمعنى أنها موجودة في جميع الصور الفروع وليس لها استثناء هي متعدية لغير حكم الأصل لكن هل يلزم وجودها في جميع الصور أم لا هذه فيها وجهان وهما وجهان متقدمان حكى هذين الوجهين أبو حفص البرمكي قبل القاضي ونقل كلامه القاضي وابن قدام وغيرهم وقد ذكر أبو الخطاب أن كلام أحمد يحتمل الوجهين عموما فكلام أحمد يحتمل الوجهين إذن معنى الطراد العلة هل هي لازمة أم لا يعني هل يلزم أن لا يتخلف عنها صورة أم لا وذلك قال وهو أي الطراد العلة استمرار حكمها أي حكم الذي أنتجته في الفرع في جميع محالها فحيث وجد حكم العلة في كل محل أي يلزم وجود حكم العلة في كل محل وجدت فيه العلة وجدت فيه العلة فإذا تخلف في بعض الصور علمنا أنها غير مضطردة قال مصنف اشترطه الأكثر ومن هؤلاء القاضي وغيره كلهم اشترطوا أنه لا بد أن تكون مضطردة قال خلافا لأبي الخطاب وغيره وممن لم يشترطه أيضا الحنفية والمالكية والشافعية فكلهم لا يرون الاشتراط عنده هنا مسألتان قبل أن تقل المسألة بعدها أن هذه المسألة لا بد فيها من تحرير محل الخلاف وقد بيّن الشيخ تقي الدين الخلافة في هذه المسألة فذكر أن العلل نوعان النوع الأول علل يستدل عليها بالطرد المحظ فحينئذ إذا اختلت صورة من صورها نقضتها فحينئذ يلزم اضطراد العلة وعدم فوات الحكم في أي من محلها لأنها مبنية على الطرد المحظ للاستدلال وهو الدرس القادم سنتكلم عنه وهو مسألة العلة فإذا اختل سقط المستدل به الحالة الثانية قال العلل التي يستدل عليها بالنص أو بالتأثير أو بالمناسبة فهذا هو محل الخلاف دون الأولى فالأولى يجب أن لا يكون فيها خلاف وقد رجح الشيخ تقي الدين القول الثاني وهو أن الطراد العلة ليس بلازم فقد يجوز استثناء بعض الصور وهذا الذي يسميه العلماء بمسألة تخصيص العلة ومسألة تخصيص العلة من المسائل المهمة جدا جدا وقد بيّن الشيخ تقي الدين في رسالة له سماها قاعدة في الاستحسان أن طريقة فقهاء الحديث كالشافعي وأحمد وغيرهم القول بتخصيص العلة وأن أكثر نصوص عن الإمام أحمد تدل على ذلك وهذا الذي جزم به الأكثر بل قال الطوفي في شرح التائية للشيخ الإسلام في شرح التائية له قال إن هذا هو الحق هذا هو الحق وهذه المسألة مسألة تخصيص العلة يعني هي ثمرتها في ماذا في ضبط العلة وتعريف ما الذي يبنى عليه الحكم وهل هي مخصصة ببعض الأجزاء أم لا وتخصيصها في هذا الحال يجعلها علة كاملة فنقول هي العلة كذا فيكون بمثابة القيد فيها شرط الرابع وفي تعليل الحكم بعلتين أو علل كل منها مستقل أقوال ثالث وهل المقدسي وغيره يجوز في المنصوصة للمستنبطة ورابعها عكسه ومختار الإمام يجوز ولكن لم يقع هذا هو الشرط الرابع وهو هل يلزم أن تكون العلة واحدة أم يجوز أن تكون العلل متعددة يقول شيخ وفي تعليل الحكم المراد بالحكم هنا الحكم الواحد لأنه إذا كانت تعليل لحكمين فإنه بإجماع يجوز بعلتين مثال ذلك القتل لزيد والقتل لعمر يقتل زيد قصاصا ويقتل عمر لكونه محصنا وقد زنا فهنا علل بعلتين لأن الحكم مختلف هنا قتل لأجل كذا وهنا قتل قتلا مختلفا طيب قال وفي تعليل الحكم عرفنا فائدة كلمة الحكم بعلتين أو علل تعبير المصنف بعلتين أو علل يشمل أن يعلل بالعلتين معا في وقت واحد فينكون مركبا من جميعهما ويشمل كذلك أن تكون العلتين على سبيل البدل مثال البدل نقول انتقض وضوءه بخروج شيء من دبره وبمسه فرجه فهتان علتان على سبيل البدل وكل واحدة منهما علة لانتقاض الوضوء وقد ذكر ابن مفلح أن ظاهر الكلام الأصحاب الأمرين لأنهم لم يقيدوها بالمعية وإنما قيدها بالمعية فقط المسألة الخلاف المسألة قيدها بذلك الآمد فقط ولكن ظاهر كلامهم الإطلاق قال كل منهما مستقل يعني كل منها أي كل من العلتين مستقلة عن الأخرى قال المصنف فيها أقوال أورد المصنف أربعة أقوال اثنين أغفلهما لظهورهما واثنان ذكرهما القول الأول الذي لم يدع المصنف وهو جواز التعليل بعلتي وهذا القول هو قول أكثر أصحاب الإمام أحمد ممن قال به القاضي وأبو الخطاب وبن عقيل والشيخ تقي الدين في اقتضاء الصراط المستقيم وبن الحافظ والطوفي وصححه المرداوي وقال إنه قول عند أصحابنا أو قول أصحابنا والأكثر وأن كلام أحمد يقتضيه وقال الجراعي إنه قول علمائنا وهو قول أكثر ولا شك القول الثاني أنه لا يجوز التعليل بالعلتين مطلقا وبناء وبداء على ذلك فإن كانت على سبيل البدلية نقول ننظر للأقوى منهما فتكون هي العلة والثانية ليست بعلة فنغلب إحدى العلتين فتكون هي العلة دون الثانية وهذا القول قال به متقدم المالكية الذين ألفوا في الأصول منهم وهو قول ابن الباقلاني وأبو المعالي الجويني فيما نقل له لكن سيأتي إن شاء الله كلام لأبو المعالي بعد قليل مخالف قد نسب في المسودة لابن عقيل هذا القول مع أنه صرح بخلافه في الواضح ولكن أخذه المسودة من مفهوم كلامه لما نقل كلام الله قالوا مفهوم هذا الكلام أنه لا يجوز التعليل بعلتين القول الثالث هو الذي أورده المصنف قال ولي المقدسي المراد المقدسي كما نعلم مصطلاح المصنف أنه أبو محمد الموفق وأما إذا قالوا أبو الفرج المقدسي فهو الشيخ أبو الفرج الشيرازي الذي سكن المقدس وهو أول من أدخل مذهب أحمد للشام يقول المقدسي وغيره طبعا مراده بغيره الذين يعني وافقوا في هذا القول ومنهم الغزالي فإن الغزالي يرى هذا الرأي وجماعة منهم الرازي وغيره قالوا يجوز في المنصوصة إلى المستنبطة يعني يجوز التعليل بعلتين إذا كانت العلتان منصوصتين وفي معنى المنصوصتين المجمع عليهما أو تكون إحداهما منصوصة والأخرى مجمع عليها أو كانت إحداهما منصوصة والأخرى مستنبطة كذلك قوله للمستنبطة فلا يجوز التعليل بعلتين مستنبطتين هذا القول الثالث قال ورابعها عكسه أي أنه يجوز التعليل بعلتين إذا كانت مستنبطة ولا يجوز أن تكون منصوصة وهذا القول أورده ابن الحاجف المختصر ولم يسمي قائلة ثم قال الشيخ ومختار الإمام قوله ومختار الإمام المراد بالإمام هنا إمام الحرمين الجويني يجوز أي يجوز التعليل بعلتين ولكن لم يقع قوله يجوز أي يجوز عقلا ويجوز شرعا يجوز عقلا ويجوز شرعا ولكنه لم يقع أي لم يقع في الشرع من هذا التعليل شيء وهذا القول المنسوب لإمام الحرمين هو الذي نقله ابن الحاجب ونقله عنه المصنف وأما الآمد فقد نقل عن إمام الحرمين خلاف ذلك وهو القول الذي ذكرناه قبل قليل وكلام وكلام إمام الحرمين في البرهان يعني عبارته يقول ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى المصالح الكلية لكنه ممتنع شرعا وهذه العبارة هي التي جعلت الصفي الهند يرجح نقل ابن الحاجب على نقل الآمدي الذي هو أصل ابن الحاجب إذن الأصل في هذا المسألة والصحيح أنه يجوز التعليل بعلتين فأكثر ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت القائلون بالوقوع أي جواز التعليل بعلتين إذا اجتمعت أي اجتمعت العلتين فعند بعض أصحابنا وغيرهم كل واحد علة نعم هذا هو المشهور عندهم أن كل واحد منهما علة فيصح التعليل بكل واحدة على سبيل الانفراد من العلل مثاله لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السمك في الماء نقول نهي عن بيع السمك في الماء معلل بأكثر من علة معلل بعدم القدرات على التسليم ومعلل بعدم الملك على المشهور من المذهب لأنه غير مملوك فكل واحد منهما علة فيكون علة منفصلة فتقيس على كل علة ما نسبها نعم وقيل جزء علة قال وقيل جزء علة فيكون علة مركب منهما جميعا والأول هو الأشهر واختاره ابن عقيل وقيل واحدة لا بعينها واحدة لا بعينها وهذا مبني على أنه الأصل التعليل بواحدة ولكن لا نعينها منهما ولكن الأقرب الأول وهو أن كل واحدة منهما تكون علة فيصح التعليل بها ابتداء والمختار تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث نعم يقول والمختار أي من أول كلام تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث أي أن العلة تكون باعثة نعم وأما الأمارة باتفاق أما الأمارة باتفاق وهذا من باب تحليل محل النزاع في مسألة التعليل الحكمين بعلة واحدة والمختار ألا تتأخر علة الأصلح الحكمي نعم هذا أيضا من الشروط وقوة تعبير المصنف بالمختار يدل على أن المسألة فيها خلف فهذه من الشروط وهو هل يلزم ألا تتأخر علة الأصل عن حكمه أم لا هذه المسألة فيها قولان القول الأول هو الذي قدمه المصنف وهو قول أكثر أهل العلم أنه يشترط أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل المقيسي عليه كما جزم به المصنف وخال في هذه المسألة بعض العراقيين نعم ومن شرطها ألا ترجع عليه بالإبطال قوله ومن شرطه هذا هو الشرط السادس ربما أو السابق من شرط العلة أن لا ترجع عليه بالإبطال يعني يجب أن لا ترجع طبعا هنا الضمير قلنا أنه عائد للشرط للعلة المستنبطة فقط وأما العلة المنصوص عليها فلا أثر فهذا معناه أن لا أثر لا وجود لعلة منصوص عليها ترجع للأصل بالإبطال وإنما هذا عائد للعلة المستنبطة فقط قوله أن لا ترجع عليه أي لا ترجع على الأصل بالإبطال لأنها إذا أبطلت الأصل هي مستنبطة من الأصل فإذا رجعت عليه بالإبطال فإنها حينئذن تكون باطلة مثال ذلك لو أن شخصا على سبيل المثال علل علل العلة الذهب والفضة في الذهب والفضة بكونها أو علل في الأربعة الأصناف الباقية عللها بكونها مقتاتة في كل مكان فنقول إن هذا ليس كذلك فإن بعض المذكور ليس مقتاتا في كل مكان نعم وأن لا تخالف نصا أو إجماعا نعم هذا الشرط لا شك فيه يجب أن لا تخالف العلة النصوص الشرعية نعم وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص الأمثلة ستأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن قوادح القياس ستأتينا أمثلة لها وبكثرة وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص يعني أنه يلزم أن لا تتضمن العلة المستنبطة إثبات حكم في الأصل غير ما أثبته النص فإن أثبتت حكما زائدا على ما ورد به النص فإنه يدل على أن العلة حينئذ غير صحيحة مثال ذلك لما جاء حديثنا بسوى سلام في قوله لا تبيع الطعام بالطعام إلا سواء بسواء فعلت الحرمة بأنه ربا فيما يوزا كالنقدين فيلزم التقابض فيلزم التقابض في ذلك مطلقا يعني لو يعلن الأربعة بأنه الوزن فإنه ينبني على أن العلة في الأربعة الباقية الوزن الرجوع الأصل بالبطلان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بيع الذهب والفضة بأحد الأصناف الأربعة من غير تقابض فيجب أن نقول إن الأصناف الأربعة لها علة مختلفة عن علة الذهب والفضة فإذا عللت الأربعة بنفس العلة التي علل بها الذهب والفضة فإننا نقول إن العلة باطلة وإذلك أجمع العلماء على أن الأموال الربوية قسما الذهب والفضة وما قيس عليهم والأصناف الأربعة الباقية وما قيس عليها القسم الثاني وأن يكون دليلها شرعية نعم قول المصنف أن يكون دليلها شرعي نقلها المصنف من الحاجب وهو موجود في بعض النسخ وليست في جميعه وذكر هذا الشر جماعا من أصحاب أحمد كبير المثلح والمرداوي وغيرهم ومعنى هذا أنه لا بد أن يكون دليل العلة شرعي وليس عقلي فلا بد أن يكون المستنى شرعي باعتبار الشارع له وهي المسالك التي ستأتينا إن شاء الله نعم المسالك منها مسالك عقلية لكن أصلها الشرع مبنية على الشرع وهذا يدلنا على أن العلة العقلية لا أثر لها في القياس الشرعي نعم ويجوز أن تكون العلة حكما شرعي عند الأكثر نعم هذه المسألة وهي مسألة صفة العلة هل لا بد أن تكون وصف أم يجوز أن تكون حكما الوصف واضح عندما نقول أن الخمر فيها شدة مطربة هذا وصف الشدة وأما إذا ذكرت الحكم مثل قولنا السابق أو مثل ما يقول فوقها من صح منه كذا صح كذا مثل قولهم من صح طلاقه صح ظهاره من صح تبرعه صح بيعه فحينئذ صارت حكما صارت حكما العلة ويصح أيضا أن تكون اسما حينما نقول هي أحد الحدثين أو إحدى الطهارتين حدث إزالة النجاسة أو إزالة الخبث إزالة الحدث أو إزالة خبث هي أحد الطهارتين فتأخذ حكمة ثانية إذن قوله ويجوز أن تكون العلة حكما شرعيا يدلنا على أن العلة تكون وصف باتفاق ويجوز أن تكون حكم وذكرت لها مثال عند الأكثر ويجوز كذلك أن تكون اسما وذكرت له مثالا وهو عند الأكثر نعم ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عند الأكثر نعم نقف عند هذه المسألة قال ويجوز تعدد الوصف ووقوعه عند الأكثر يعني يجوز أن تكون العلة الواحدة فيها وصفان هذه غير التعليل بعلتين هي علة واحدة ولكن هذه العلة فيها وصفا مثاله عندما نقول إن القصاص يكون ثابتا حينما تكون الجناية قتل عمد عدوانا فركبنا العلة من أمرين العمد والعدوان فالعمد هو أن يكون قاصدا للفعل والعدوان هو أنه مع قصده الفعل يكون معتديا في تصرفه غير مأذون له به لا على سبيل الإباحة أو من باب أولاء على سبيل الوجوب أو الندب إذ كان يكون قد فعل ما له فعله فحينئذ نقول إن العلة لا يلزم أن تكون وصفا واحدا بل قد تكون وصفا مركبا من جزئين هذا خلاف العلة التعليل بعلتين فهما علتان منفصلتان وذلك أعبر هناك كل واحدة منهما مستقلة عن الأخرى وليستا جزءا من بعضهما بقي عندنا شروط الفرع وهي قصيرة جدا لكن نجعلها الدرس القادم لأنني أرى أني أطلت على الأخوان وأغلب الإخوة يعني من درس اليوم أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شكرا شكرا